عايزة أبدأ مع حضراتكم بخبر الحمد لله قد تكون دائما الاستجابة قادمة بمعنى من هذا البرنامج ومن هذه القناة كل قناة النادي الأهلي وكل إعلام النادي الأهلي الرسمي اللي موجود في هذه القناة تكلم عن يا جماعة هنلعب ازاي يوم واحد ولا يوم اتنين ضد الهلال السوداني مباراة مهمة زي دي وأنا كان الاتحاد الأفريقي احنا اللي أجلنا المباراة من يوم مباراة منتخب مصر ضد السنغال من يوم 28 ل29 لأنه ما كان شيء في علعب 25 في القاهرة ويوم 28 في السنغال فأجلت مباراة منتخب مصر مع منتخب السنغال يوم وبالتالي يجب أن يتم تأجيل مباراة الأهلي والهلال قلنا وكنا دائما بنتكلم كده والحمد لله أن فيه ناس بتسمع فيه ناس بيوصلها الكلام اللي بنقوله فيه ناس بيوصلها الكلام اللي الأهلي عايزوا عشان كده أول خبر عندي النهاردة الكاف يؤجل مباراة الأهلي والهلال السوداني لتلاتة إبريل المباراة زي ما قلت لحضراتكم كانت يوم 2 إبريل يوم السبت 2 إبريل لكن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف أجل مباراة الأهلي والهلال السوداني 3 إبريل المباراة تقام على ملعب الأهلي والسلام في تمام الساعة العاشرة مساءل ليه عشرة؟ لأنه زي ما حضراتكم عارفين كل سنوات طيبين حيبقى أول يوم رمضان أو تاني يوم رمضان يعني حيبان يوم الجمعة اللي جاي مش الجمعة اللي بعد بكرة اللي بعدية إن شاء الله حيبان إذا كان يوم 3 إبريل ده أول أيام رمضان لكن في الغالب هو يوم 2 وتم تعيين الدولي الزنبي سيكازوي حكما لهذه المباراة زي ما قلت لحضراتكم يعني دايما بنحاول والنادي الأهلي صوته مسموع وأعلام النادي الأهلي صوته مسموع في كل مكان لأنه كان يجب عندما تؤجل مباراة من 28 إلى 29 لازم تأجل مباراة من يوم 2 ليوم 3 وبنشكر طبعا الاتحاد الإفريقي على الاستجابة